والله إنسان بدأ بمشروع في عقبة فاوض مبلغ فلكي، يدفعه خلاف المنهج الإلهي أم رفض، دفع نصفه صدقات لفقراء الشام وقدم طلب بعد أسبوع على طابع 125 أرش والموافقة تمت، يقسم بالله العظيم كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم طلب منه مبلغ فلكي، أو ما في أمل أم استرضى الله بصدقة نفع بها فقراء المسلمين ثم قدم الطلب يقسم بالله للآن كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم هو استرضى الله فقط، مرة ثانية عامل الله مباشرة، ترى شيء لا يصدق ترى شيء يفوق حد الخيال آية واحدة، وأنا أعني ما أقول وأتمنى على الله أن تكون هذه الآية واضحة عندكم جميعاً، بل أن تكون منهجاً لكم قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ماذا تعني الآية؟ تعني الآية أن الأبواب كلها مغلقة متى تقول أين المخرج؟ إن رأيت الأبواب كلها مغلقة أحياناً يطرق باب العمل فيسد في وجهه يطرق باب الزواج يسد في وجهه يطرق باب شراء البيت يسد في وجهه يقول ماذا أعمال؟ متى يقول الإنسان ما المخرج؟ حينما تستحكم الحلقات نزلت فلما استحكمت حلقاتها حينما تسد المنافذ حينما يضيع الأمل حينما يقع الإنسان في الإحباط حينما يقترب من اليأس وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا الآية أيها الأخوة آية جامعة مانعة لعلها في سياقها هي في سورة الطلاق من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها طلقها طلقة واحدة وفق السنة بعد يومين خف غضبه وشعر بحاجة إليها ورأى أن الأمر لا يستدعي ذلك بعد أيام راجعها فعادت إليه بلا عقد وبلا أي شيء يكفي أن يقول لها راجعتك فهي له فمن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها أما الطلاق البدعي طلقات ثلاث وكلما حلّلك شيخ حرّمك عشرة هذا طلاق بدعي هذا الإنسان سد على نفسه الطريق ومن يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها هذا المعنى السياقي لكن عظمة القرآن الكريم أنك إذا نزعت آية من سياقها منهج منهج كامل من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال وضياعه من يتق الله في توحيده يجعل الله له مخرجاً من الشرك من يتق الله في علاقاته المهنية يجعل الله له مخرجاً من الإحباط في عمله آية لا تنتهي ولكن الذي ألح عليه القسم الثاني منها ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتزم هذا كلام خالق الأكوان هذا كلام رب العالمين هذا الكلام مطبق في كل زمان وبكان رغم أن في كل الظروف وكل الأوضاع المعيشية السيئة وكل الأبواب المسدودة ومن يتق الله حدثني أحد علماء دمشق جاءه شاب لا عمل ولا شهادة ولا يملك شيء واقترب من الثامن والعشرين وما في أمل لزواجه وما في أمل ولا أن يسكن غرفة في رأس الجبل أبداً قال له هذا العالم اتق الله قال له هذه الكلمة لا تعني شيئاً الآن أين أصرفها؟ قال له هذا الذي عندي اتق الله يبدو أن هذا الشاب فهم هذه الكلمة بأبعادها البعيدة هو يعمل موظف في محل تجاري بدأ يعمل وكأن المحل له ببط وقته بالدقائق إن ذهب إلى الصلاة ثمان دقائق فقط اعتنى بالزبائن عناية مذهلة يعني هو صدق هذا العالم أنا سأتق الله بس ما في أمل لا بيت ولا زواج والمعاش ما بيكفي خمسة أيام قال له اتق الله يقول لهذا الأخ الكريم العالم قال لي بعد سنتين جاءني رجل بثياب حسنة ودعاني إلى بيته لأزوره في أرقى أحياء دمشق قال له من أنت؟ نسي هو واحد مننا يلتقي باليوم مع خمسين شخص قال له أنا الذي جئتك قبل سنتين وقلت لك كلمة اتق الله أين تصرف أنا الآن متزوج وعندي بيت في أرقى أحياء دمشق قال له ما القصة؟ قال له والله صاحب العمل قال لما رأى هذه الاستقامة وهذا الصدق وهذا الدوام الصارم وهذه العناية الفائقة بالزبائن اشترى بيت فخم ولم يخبرني قال لي كلما أراد أن يكسو هذا البيت تعالى اختر البلاط أنا أثق بذوقك ما قال له لك البيت بعد ما انتهى لهذا البيت لك وبنتي رشحتها لك زوجة اذهب وانظر إليها أخواننا الكرام والله ثم والله ثم والله بأصعب الظروف بأشد الحالات من يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب والله عندي مئات القصص اتق الله لأن الله عز وجل أمرك بيده ما سلمك لأحد هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين اتق الله أثقن عملك اضبط جوارحك اضبط لسانك اضبط دخلك كن ورعاً ترفع عن الحرام وسوف ترى من الله ما لا يصدق ما لا يصدق هذا الكلام ليس خاطراً بهذا الشاب لا والله هذا الكلام لكم جميعاً وكل واحد منا قابل لأن يخطف سمار هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجاً أخ كريم سكن في بيت واشترضت عليه صاحبة البيت أن يخرج متى شاءت في أشد حالات الأزمة السكنية في الثمانينات قال تعريد البيت قال له حاضر أعطته مهلة شهرين المحامي الذي سطر له التعاهد بإخلاء البيت بعد شهرين بعد أن وقع له أنت مجنون أنت أصبحت في الطريق أنت مستأجر ولك حق سرمدي بالنظام القديم طبعاً قال له أنا توكلت على الله القصة طويلة والله يا أخوان ورزقه الله بيتاً ليس من المعقول أن يسكنه بدخله الذي لكن ترك البيت لله ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربحه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتعز تعز إلى حين ثم تأتي ضربة الصاتور أيها الأخوة الكرام من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى يعني أكثر أذمة أو أشد الأزمات الآن يقول لك لا يوجد شغل بلا عمل بلا بيت ما لي متزوج أنا أخاطب الشباب أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماماً ضبط جوارحه، ضبط لسانه، ضبط عينه ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط رجله ما مشى إلا إلى طاعة ثم لا يجد من الله ما لا يصدق ما لا يصدق، هذا ليس لواحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم سيدنا سعد فداه النبي بأمه وأبيه ولم يفد أحداً من صحابته بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد قال له إرمي سعد فداك أبي وأمي كان إذا دخل سعد على النبي قال هذا خالي أروني خالاً مثل خالي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر قال له يا سعد، دققوا لا يغرن كأنه قد قيل خال رسول الله فالقلق كلهم عند الله سواسياً ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم لكم هذه القصة قابلة لكل واحد منكم أيها الشباب استقم، استقم وانتظر وانتظر شيء لا يصدق من الله بكل الظروف، بالجفاف، بالأعوام المطيرة بالبطالة المنتشرة، بضقالة الأعمال بقلة الدخل، بغلال أسعار هذه كلها ظروف أرضية لا تتأثر بها الآية الكريمة وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا هُوَ فِيهِ لديك مشكلة بالعمل، مشكلة بالبيت مشكلة بالصحة، مشكلة بالدخل مشكلة من الجيران، مشكلة ممن هو فوقك مشكلة ممن هو أقوى منك مدام هناك مشكلة اتق الله يجعل الله لك مخرجة والمكافأة الثانية وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ والله مرة أخ من أخواننا توفي قريبه ابن عمه كان أستاذ جامعي تصور أنه دخله كافي فقال لأولاده اليتامة دينوا والدكم علي قال لي توقعت عشرة آلاف عشرين ألف بالآخر الأيام فلما سألهم قال ثلاثمئة وثمانين ألف قال لي تعاهد خلاص، دفعتم والله في صحن هذا المسجد قال هذا الكلام قال لي والله بعد أيام نصيب من صفقة واحدة ثلاثمئة وثمانين ألف ولبضاعة كاسدة وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةَ هذه الآية لكم جميعاً هذه لكم أيها الشباب عندك مشكلة الزواج والبيت والعمل هذه أضخم مشاكل الشباب وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ هذا الشاب الجميل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال إمرأة العزيز هو عبد ومسافر وبعيد وشاب عدّ العلماء عشر أسباب تسهل له أن يلبي رغبتها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواهي فلما صار عزيز مصر قالت جارية في القصر سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ ثم تلا هذه الآية وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً ويرزخه من حيث لا يحتفل تق الله استقم تماما اضبط لسانك تماما لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا محاكاة ولا تقليل ولا كذب ولا تدليس اضبط عينك غض بصلك عن محاسن النساء حتى يهبك الله زوجة صالحة أنا أخاطب الشباب تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها وهي حسنة الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقا حلالا طيبا وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه والله من أخواننا أقسم لي بالله أصبح دخله صفرا عنده معمل بسيط للسوريات لا يوجد بيع إطلاقها أقسم لي بالله ما معه سمن ترسيم سيارته جاءه عرض الأرباح أريب بضعة ملايين أرقيل بحث عني وجدني في أحد مساجد دمشد ألقي درس فلما انتهيت قال لي جاء الفرج ما الفرج قال لي صفقة للأرقيل قلت له أنت ما ترى في الدخان أصفر لونه مسكين مبين بداية الرفض قلت له والله ما في فتوأة الدخان حرام وهي النفس الأرقيلة ستة عشر سيجارة قوة تأثيرها وأضرارها همد همد أقسم لي بالله بعد عشرين يوم جاءته صفقة سريات والأرباح مضاعفة وحلت مشكلته والله أخ صاحب معمل جاء إنسان طلب تصنيع شيء لشيء محرم هو الشيء ممكن يباعم دون يعرف محرم قال له هاي من أجل كذا شيء محرم قال له بعتذر فنشأت مشكلة كبيرة يعني صاحب المعمل الأب مع إنجاز الصفقة الابن رفض قال له بطردك قال له بشتغل بياعه صحوم بالحمدية بعدين الأب رأى الأمر معد أقسم بالله جاءته صفقة أرباحه بالملايين بعد اثنين وعشرين يوم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه أنت عم تعامل إله عم تعامل خالق السماوات والأرض عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم لا تزهد بعلاقتك بالله الآمر ضامن ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه هذا أهم موضوع بالخطبة تأمين بيت والرزق وعمل وزوجة والكلام للشباب ومن يتقل لها يجعل له مخرجة وللشابات أيضا ومن يتقل لها يجعل الله لها مخرجة أيها الأخوة الكرام الآن تقول لي فلان صعب بالتعامل معه ما بيوافق ما خلت له واسطة ما بيوافق اسمع الأي ومن يتقل لها يجعل له من أمره يسرى يسرى تتيسر تقي الله استرضي الله بصدقة العباد بيده قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والله إنسان بدأ بمشروع في عقبة فاوض مبلغ فلكي يدفعه خلاف المنهج الإلهي أم رفض دفع نصفه صدقات لفقراء الشام وقدم طلب بعد أسبوع على طابع 125 أرش والموافقة تمت يقسم بالله العظيم كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم طلب منه مبلغ فلكي أو ما في أمل أم استرضى الله بصدقة نفع بها فقراء المسلمين ثم قدم الطلب يقسم بالله للآن كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم ما يعلم هو استرضى الله مرة ثانية عامل الله مباشرة ترى شيء لا يصدق ترى شيء يفوق حد الخيال هذا الكلام مولا واحد لكل واحد منا لكل واحد منكم وأنا معكم ولكل واحد بالأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى دقيق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى إله خالق السماوات والأرض من بيده كل شيء وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها الذي يعلم سقوط ورقة زيتون يقول لك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى مؤن الآن يقول لك أنا ألي جاهلية ما في مشكلة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا يغفر الظنوب جميعا أيها الإخوة إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله إذا أُوسق منك بما في يديك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوَصْلُ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُرَابِ تُرَابُ أخوانا الكرام، إذا إنسان يحبك وقوي تمشي بالعرض، بالعرض تمشي فإذا كان الله يحبك، ملك الملوك خالق السماوات والأرض يقول الله تعالى بَلَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الله يحبك، وإذا أحبك الله إِرْكَلْ بِقَدَمِكَ كُلَّ الْخَلْقِ إِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ عَلَيْكَ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ مَعَكَ وَيَا رَبِّ مَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ إذا واحد وكل محامي لامع أيضاً ينام مطمئن يقول لك إيده طايلة والقضاة كلهم يخافوا منه هو محامي، أنا وكلته وقال لي خلاص، اعتبر من تهية فَكَيْفَ إِذَا كَانَ اللَّهُ وَلِيَّكَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ يتولى أمرك، أقوى أعداءك بيده أقوى جهة بالأرض بيده أنت مع القوي، يعني صور جندي غر وأبوه قائد الجيش يجع عريف هدده، أبوه يسحقه والده قائد الجيش، وعريف بسبعة هدده ولو كان تاجه نجمة، لا يخاف منه القائد العام والده، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ طيب، قال لك واحد قوي أنا معك وهي هاتفة، بأي لحظة خبرني وأي واحد زعجك أنا أعمله درس لا ينسى لا تنام من فرحك فإذا قال الله لك مثلاً إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما يبصر معك؟ الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك لكن طريق الطقوة طريق ذات كلفة فيها جهد، فيها جهد يعني طريق الجنة حزم بربوة يعني واحد ماشي على دراجة أملأ طريقين، صاعد ونازل يعني الطبيعة والدراجة وثقافته، وخبرته، ينزل أريح لكن مكتوب لوحة، هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلة يعني لقمتين ثلاثة بروح لكن طريق مريح جداً، نازل هويات لطيفات، وأشجار، وغرود، ورياحين لكن بالآخر يتاكل أما الطريق الصاعد، وعر، وعر وغبار، وأكمات، لكن ينتهي بقصر هذه اللوحة، لدي خمس كلمات ملازمة تعكس القرار، تعكسه مئة وثمانين درجة لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة فيه فجر، صلاة فجر، فيه غض بصر فيه إنفاق مال، فيه ابتعاد عن الاختلاط فيه كلف كثيرة جداً، اسمه تكليف أي عمل يحتاج إلى كلفة لذلك قال تعالى إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومشكلة العالم الإسلامي اليوم اليوم بكلمتين إن تتقوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً الله قال عن الكفار وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ ومع ذلك، وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يضركم كيدهم شيئاً طريق الإيمان يحتاج إلى بزل جهد يحتاج إلى معاكسة الهوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذاً إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم ابزل كل ما تستطيع من أجل التقوى وعلى الله الباقي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله اشتركوا في القناة بتغفرت الكڤ morality شكراً على مشكلة